اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دولار لضم المهاجم الكنغولي وظهر للابو مكابي بمستوى متميز مع الهلال خلال مباريات الفريق الماضية وخاصة مباريات دوري ابطال افريقيا واوضحت التقارير ان العلاقة القوية بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وهشام الصوباط رئيس الهلال قد تساعد على اتمام الصفقة رغم ان مكابيض يعد ضمن العناصر الاساسية للهلال خسر الفريق الاول لكرة اليد امام نظيره الاهل بنتيجة 24 21 في الجولة الاخيرة من المباريات المرحلة الثالثة من دور المحترفين لكرة اليد في طريق تحديد بطلة دوري والتي اقيمت على صالة نادي هليوبلس بمدينة الشروق فاز الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلاعي الجيش بنتيجة 3 اتنين في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من الاكتوبر في ثاني مباريات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر ليصعد الفريق الى الدور النهائي دون اللجوء الى اللقاء الثالث مجلس ادارة الزمالك اتم اتفاقه مع الكولومبي خوان كارلوس لتولي تدريب الفريق ومن المقرر ان يصل المدرب الى القاهرة قبل لقاء البنك الاهلي في بطولة الدوري من اجل انهاء الاتفاق والاعلان الرسمي يلتقي الزمالك مع فريق البنك الاهلي غدا الاحد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء على استاذ القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة on time sport مرتضى منصور احنا ما وقفناش حد من المزيعين بالقناة لا احنا وقفنا البرامج علشان نعمل برامج جديدة كويسة ونرجع القناة افضل من السابق واستغلينا شهر رمضان علشان نعمل تقييم واضف مش ممكن الاجرام ده وفيه 70 مليون جنيه محجوز عليهم وكمان 2 مليون دولار وعرضنا مخالفاته في اشارة لمندوح حباس وقالك بكرة هيتحبس وضحك ساخرا انا اللي اتحبست مرتضى منصور بنتي الحجة اميرة محجبة من اولى كلية وتشتمت ومحدش يعرف شكلها عاوز حقها وامير واحمد تهانو انا عاوز حقي من الخطيب انا نفست الشهر وعملت بيان ان الحبس اتأخر فين حقنا وبلغتنا ضد الناس دي مش اخته واخدت شهر وحكم القضاء فوق دماغنا وارضة فانا مش بقلب في الماضي لكن عاوز حقي ونفدت الحكم ورفضت حتى في سري اعتذل للخطيب وقديت الشهر ولو حدي غيري كان طلع شوه بلده وانا كنت زي كل المحبوسين المسجونين اللي هناك انا اللي على قوائم الارهاب كنت مع الارهابيين مرتضى منصور انا مغلطش فيك يا محمود يا خطيب انا عاوز حقي زي ما خد حقه انا مش زعلان من بلد لانها هتحضنك مرة وهتزقك مرة زي ابوك ما كان بيربيك واختتم استجن كان فيه موية سخنة وبرده وقنات بي انسبورت وتكييف مركزي ومفتاح ضغط عليه علشان حد يجيلي بسرعة ويعملوا عمليات قلبي مفتوح وضغط وسكرك وقلبك انه بتوتر جايين تجربوا الاجهزة فيه وكان فيه تعاون بمنتهى الرقي محمود العسان المستشار القانوني للزمالك عندما يتحدث ثلاثة الشمسي مالك نادي بيرمتز للمرة الثانية مشاككا في مصار كرة القدم المصرية ووصفها بعدم الهيادية وسحب استثماراته الرياضية في مصر فهذا نزيل شؤمه ودليل دامغ على سوء ادارة اتحاد الكرة واجهاض لمتعة المنافسة وتابع الكل يخرج عن شعوره بسبب عدم الحياد ولكن لكل واحد طريقته واضاف سالم الشمسي يهدد بسحب استثماراته والمستشار مرتضى بقوة الكلام ولكن للأسف مازال الامر كما هو وكأن شيء لم يحدث واختتم السيد الدكتور المحترم وزير الشباب والرياضة تحرك الامر جد خطير لا يحتمل التأثير مرتضى منصور كل لما اتفق مع مدرب يحصل مشكلة المدرب الألماني جاء وقعد وجاله تليفون وقال لنا النادي محجوز عليه من قال له وقال عاوز اخد شرط جزائي العقد كامل واحد زمال كاوي قال لي ميدو واقف معهم ليه وانا عارف مين هو وشدد بنحاول نشوف مدرب مش معقول نتكلم كل مدرب يعتذر البهوات مش هوهين صورتنا الجهاز المصري اشتغل واللي ما كانش ملتزم من اللعيبة التزم خلاص مرتضى منصور من فضل الجمهور اعطونا هدنه انت زمال كاوي علشان تقول مرتضى تم عزله طب يا عم انا مشيت النادي واقع هتجيب مين لو مشيت هرجع واكتسح الانتخابات وارضف عاوزين نرجع الفريق برة تانية فرير عملته العلم باسمه وبنحذرك من انك تقرب منه انتم السبب وهو تأثر نفسيا بعد رحيل ابن زوجته وجبته اسامة وقال لا مش هكمل اتشتنت مقدرش على المسئولية احنا ماكملناش سنة كماجلس مرتضى منصور الجمهور الحقيقي يقف وراء الفريق اللعيبة غلطة تتعقب فلوس وفي لعيبة شكرا خلاص فرير يدمر اللعيبة القدامة والجديدة حرقهم واختتم بنحاول نجيب مدرب كبير ولا اما نجيب مدرب ليه بالزمالك يا ما نجيبش مش هقول جنسية المدرب علشان بيعرفوه ويطفشوه ادى محمود شمانة تدريبات تأهلية خاصة على هامش ميران امس وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات الركض حول الملعب على هامش الميران وعدم المشاركة في التدريب الجماعي وحتى الان لم يتم تحديد موقف شبانة من المشاركة في مباراة البنك الاهلي اكتفى عبدالله جمعة بالمشاركة في الجزء البدن من تدريب امس الجمعة وقرر الجهاز الطبي للزمالك وضع برنامج تأهيل خاص لللاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل عدم جاهزية محمد عبدالشافي واصابة عبدالله جمعة يقترب فتوح من التواجد في مباراة البنك الاهلي المقبلة الرامي كمال عضو مجلس ادارة الهلال السوداني لم نتلقى اي عروض من الزمالك للتعاقد مع ليليبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واضاف لا صحة لهذا الامر من الاساس لنتحدث عنه لم نتلقى اي عروض من اي نادر لرحيل ليليبو واختتم ان نحن نريد الحفاظ على ليليبو خلال الفترة المقبلة لانه احد اهم عناصر الفريق مع المدرب فلوران ايجيبيني احمد شبير اللجنة الفنية بالزمالك تحفظت على اسكار جارسيا لاسباب لا داعي لذكرها الان واضاف ظاهر مدرب كوليمبي جديد واللجنة ترغف في وجود المدرب خلال اقل من 48 ساعة واستبعدوا فكرة وجود مدرب محلي لارتباط الفريق بمباراة السوبر امام الاهلي والبطولة العربية وارضف احمد حسني المدير الاداري عادل منصبه بناء على طلب عبد الواحد السيد مدير الكرة الجديد والذي طلب تواجده لمساعدته واختتم المدير الفني للزمالك امام البنك الاهلي هو متحة عبد الهادي ومعه احمد مجدي ومحمد عبد المنصف وعبد الواحد السيد مديرا للكرة والزمالك مصمم على اعلان المدير الفني خلال ساعات احمد شبير متابعة لموضوع تجميد بعض اللاعبين في الزمالك الحقيقة مجلس الادارة لغى القراره مفيش تجميد خلاص لاي لاعب واصل الادارة شايفة ان اللي هيلعب بشكل كويس خلاص يلعب واللي مش هيقدي يتقسم منه فلوس واتم الادارة اعطط الجهاز الفني كل الصلاحيات لاختيار ما يريد وان قصة التجميد خلصت خصوصا ان فيه جهاز فني جديد من حق ويشوف كل اللاعبين ويختار منهم بس كده دي كل اخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك اتمنى الفكر المخفيفة على قلبكم يدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب القناة متشاكلهم جدا على دعمكم لو عندكم اي ملحوزة سيبوها لنا في التعليقات سلام ترجمة نانسي قنقر